في السابع عشر من أيار عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حث المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية بعد أن كانت تعد مرضا نفسيا وبهذا الإعلان فإن الدول التي لا تجد حرجا في تبني الشذوذ والانحراف عدت ذلك يوما عالميا تحتفل به كل عام وللمرة الأولى يأتي الاحتفال برفع سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق رسميا علم المثليين في مقر البعثة ببغداد حيث قالت البعثة في تغريدة أرفقت بصورة العالم بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق ننضم اليوم مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع عالم قوس قزح عالم الشواذ للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية إلا أن البعثة حذفت هذه التغريدة بعد أن أثارت رفضا واستهجانا واسعا في جميع الأوساط العراقية اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي استنكرت رفع البعثة الأوروبية علم المثلية في بغداد وطالبتها بالاعتذار الرسمي للشعب العراقي وقالت اللجنة إنه في ظل غياب الدولة في العراق واستمرار فشل العملية السياسية وسيطرة الأحزاب الدينية وميليشياتها المرتبطة بالنظام الإيراني على البرلمان أقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي على رفع عالم المثليين والاحتفال به أمام أنظار الحكومة الحالية في مشهد مستفز للشعب العراقي وانتهاك خطير لأخلاقه وأعرافه ورسالة واضحة لتفكيك المجتمع أخلاقيا عراقيون عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاغ كلا لعالم المثليين بالعراق لكن مغردين آخرين شاركوا الوسمة بقولهم إن على العراقيين مراقبة ميول الحكومة للسرقات أيضاً في إشارة إلى عمليات الفساد التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 فيما عبر آخرون عن غضبهم بحرق علم المثليين الدستور الجديد الذي كتب عام 2005 بأيد الفاسدين وبرعاية الاحتلال الأمريكي كان ملغماً وفطفاضاً وفيه من الثغرات ما يسمح بالتأويلات بحسب حاجة الأحزاب والحكومات وبالتالي فهو لم يعالج مواضيع كثيرة بشكل واضح رفع عالم المثليين ليس هو الانتهاك الوحيد في قائمة الانتهاكات فقد أصبح العراق مستباحاً للجميع في ظل الحكومات الخاضعة للأجندات الخارجية التي أجهزت على كل شيء فيه وتسعى لهدم منظومته الأخلاقية والقيامية